كاريتها وكتبها عليهم الله ولكن سببها وجه وهذه كل الناس مشي تستهلوا القفاء يعني تستهلوا الحق ديالهم مشي القفاء ولا جعل خصوهم يقبضوا واجبتهم وحقهم الوطني من الطربة ديال البلد والناس ما وعيش بالزبنة مسهدية والجهل كي ولي كي وصلها لهذه المسائل هذه الفجاة الباحة أنا كنظن بأنه الفقر هو السبب لأن الناس تعتشين باش يأخذو شي حاجات لي أساسية بغوا يأخذوها والفقر هذا هو السبب سيقراف أنا جي بانس من كتتوصل هاد الفتنة هادي وليجون كي يجريو على شوية ديال لاد باش يدوزو هاد البرد هادا وكتنود هاد الفتنة ساوي ديالي باسو فيسان لكش لي وصل للي باسو فيسان الناس كي يقولوا كي يغوتوت كي يجريو كي يتضربوا على على هاداك شوية اللي كي يوصل ما ما كي يقدش وباقي كين الفقر فأول حاجة تتضموا ديالنا مع مع الضحايا ديالهم والله يرحمهم والفجاعة كردون طبيعة الحل الفقر لأن قبح الله والفقر فهدوك أناس اللي مشاوا من أجل باش يتعاونوا على الزمان يعني لكل كي عارف على أن الاقتصاد أو المشاكل الاجتماعي اللي كي عيش المواطن اليوم فضروري فاش يكون بحال التعاونيات يخص ضروري يكون واحد تنظيم ويكون واحد حسن تدبير باش نعطوه للناس نعطوه للناس دكشي الفاجعة الأليمة التي ضربت إقليم الصويرة وضربت الوطن هي مسؤولية الحكومة قائمة فيما يقص ما يقع هناك المقاربة الإحسانية والخير وبتالي نحن نطالب بمقاربة جديدة ومقاربة حقوليزان كما هو متعارب على اليدوليين الحكومة هي المغربية مع الأسف أنه لم تستحضر بأنه هنا سوستين مليار دي الاعتمادات المالية في الجماعات الماحلية كيمشيوا للجمعيات وبتالي أنه وزارة داخلية يجبون تفتحات حقيقا موضوعين في هذه الاعتمادات المالية كما هناك اعتمادات المالية كذلك كتجي من برمجموعة ديالدوال بتالي هات التمويل ديالجمعيات ديال الخير والإحسان يجبون إعادة فيها النظر نحن نريد دولة حتى القانون دولة المستساة واحترام حقه اللسان كما أنه لا بد أن نسجل لأنه وزارة الأوقاف كي يجي وزير الأوقاف كي يقول لنا بل أنه رهل الآئمة والخطبة ما عنده مش لحق ها هو إمام وخاطب ديال الجمعة في الضال بيضاء مش هدر المصيبات بمعنى آخر يجب علينا نستحضر بأن الحكومة الحالية هي عاجزة يعني النموج ديالتنمو ديالها قديم أخي دبنا ما يكي تحدث المهم الجديد التنموي جديد ولكن مع الآسف أن الحكومة لم تلتقط الإشارة لهذا نقول نحن في حزب وعصر المحاصرة بل لأنه حكومة المغربية حكومة ديال الأحزان وديال المآسي حكومة ديال النكسات وديال النكبات هي حكومة تفقير الفقراء وإغناء الأغنياء ما حدث في صويرة فاجعة وطنية كبرى نترحم على أرواح الضحايا ونطالب بتحقيق قضاء مستقل فيه مبدأ ربط المسؤولية بمحاسبة وترتيب الجزاءات على كل من يعني أدى إلى وقوع هذه الفاجعة ونعتبر بأنه الحديث على هذه الفاجعة تعيد مجددا النقاش حول الأوضاع الاقتصادية حول الأوضاع الاجتماعية حول الهشاشة في بلادنا طبعا المسؤولية هي مسؤولية الحكومة على التدبير يعني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في بلادنا جدد تعازي لأسر الضحايا وسائل العل القدير لهم الرحمة ولأهلهم الصبر والسلوان حدث أليم يسائلنا جميعا تنفيذا لتعليم الجرية المالية انطلق بحث قضائي تحت إشرف النيابة العامة أيضا وزارة الداخلية تقوم ببحث إداري شامل من أجل البحث عن أوجه التقصير باعتبار أن ظروف وملابسات هذا الحديث على المستوى التنظيم الصهر على سلامة الأشخاص الصهر على أن تمر عملية توزيع لإعانة في ظروف سليمة نحن عازمون على الموضي في هذا التحقيق إلى أبعد مدى المستوى الإداري من أجل ترتيب المسؤوليات واتخاذ كافة الإجراءات حتى لا يتكرر ما حصل في هذا الحديث الأليم ترجمة نانسي قنقر